بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نكمل الفصل السابع وخاص بالزاو الإعاقة البصرية وشات زاو الإعاقة البصرية وأسرهم إن شاء الله وأول شيء نتكلم عليه هو التدريب على المهارات الاجتماعية والتدريب على المهارات الاجتماعية من الموضوعات المهمة بالنسبة لزاو الإعاقة بصفة عامة وطبعا المهارات الاجتماعية هي كل المهارات والسلوكيات التي تمكن الإنسان من التواصل والتفاعل مع الآخرين وطبعا بتكون يعني في شكل بعد تحمل المسئولية إذا كانت مهارة تحمل المسئولية وتوكيد الزات وضبط الانفعالات في مراقف التفاعلات الاجتماعية مع الآخرين وطبعا برضو فيه مهارات التعاون والتعاطف وكل ما هو خاص بالتواصل اللفذي والتواصل غير اللفذي وده هنلاقي عندنا برضو هنا في النقطة دي في التقريب عن مهارات الاجتماع بالنسبة لزاول إعاقة البصرية وهو من الأشياء المهمة أننا نساعدهم على اكتساب المهارات الاجتماعية بمهاراتها وسلكياتها اللي أنا تكلمت عليها وطبعا منها تكوين الأصدقاء وحل السراعات وزيادة الاستقلالية يكون عندهم استقلالية ويستطيع المرش التدليل بالطلبة زاول إعاقة البصرية على مهارات ابتداء المحادثة وده من أساس المهارات الاجتماعية والمشاركة في المراقف الاجتماعية المختلفة وطبعا استخدام الإشارات والإماءات وده من مهارات التواصل غير اللفظي جميل؟ ده نقطة مهمة جدا وكمان في مواقف الحياتية المختلفة كذلك يمكن للمرشد أن يستخدم التدليب التركيدي مع الطلبة زاول إعاقات البصرية بتعليمهم مهارات التعبير الذاتي يعبر عن ذاته وعن حاجاته وعن الفعلاته وده من الأشياء المهمة بالنسبة لزاول إعاقة البصرية لو تكلمنا على تدريب على مهارات العيش المستقل طبعا زاول إعاقة البصرية لديهم يعني اتكالية واعتمادية على الآخرين وده من الأشياء اللي بنحاول أن نحن نساعد زاول إعاقة البصرية يتخلصوا منها ويتضرابهم على مهارات العيش المستقل وأحيانا هم بيجدوا رفض من الرفاق وأحيانا بدأ بيؤدي لديهم إلى سوء في التكيف النفسي وبيعاني من مشكلات متعددة طيب تجتمل مهارات العيش المستقل على مهارات رعاية الذات إن احنا نعود ونضرب الطفل والمعاكزة والعاقة البصرية على رعاية ذاته كيفية الاهتمام بالذات إعداد الطعام والتنقل داخل المنزل وده نقطة مهمة بوده كيف يستطيع أن يعتمد على نفسه في إعداد طعامه بيحتى بشكل بسيط وهكذا مهارات الصفة والتنقل إيه؟ الآمن كمان التكيف إيه؟ الأسامي بعد كده ننتقل إلى التكيف المهني وعندنا بالنسبة لخدمات الإرشاد والتوجيه المهني أول شيء إن احنا نساعد زاول عاقة البصرية على تعبئة نموذج البحث عن عمل إذا كان إيه كبير مثلا ويستطيع العمل تحديد مدى أهلية المعاقل بصريا لخدمات التأهيل المهني هل هو في حاجة إلى خدمات تأهيل مهني؟ كمان التقطيط للعمل وعضاء أهداف له ليه هو عايز يعمل وإيه الأهداف الخاصة بالعمل؟ أعداد خطة عمل فردية خاصة بالتشغيل آه وهي تسمى بخطة التشغيل الفردية أعداد المعاقل بصريا وتأهيله للعمل إن احنا نعده نأهله للعمل بعد كده استراتيجيات العمل مع أسر بقى المعاقل بصريا احنا كنا بنتكلم على المعاقل بصريا بذاته لا الآن هنتكلم على كيف للأسرة أن تتعامل مع زاوي الإعاقة البصرية أول شيء إدراك الذات هو الخطوة الأولى للتواصل الفعال مع أهالي هؤلاء الأطفال من زاوي الإعاقة البصرية بناء الثقة مع الأسرة من خلال التحدث مع الطفل والتفاعل مع الأسرة بطريقة مهنية مساعدة أفضل الأسرة على توجيه الأسئلة نطلب منهم أنهم يسألهم أنهم يتحدثون مساعدة الأسرة على بناء عادات يستطعون من خلالها العمل دون الحاجة لمقدم الخدمات نضربهم ونكسبهم بعض المهارات وبعض التدريبات توفير الخيارات للأسرة عن طريق الشرح بوضوح عن البدائل المتوفرة وما يساعد هذا الطفل من زاوي الإعاقة البصرية وكمان للأخصائيين دور كبير في مجموعات دعم الأباء أن الأباء يدعم بعضهم البعض رغم أن هذه المجموعات مقاونة من الولداء الموجهة لخدمتهم أنهم تساعدهم وتساعد في دعم الأباء اشتركوا في القناة